كلمة بهذه المناسبة كلمة الشيخ عواض بن عواض العضيلة يلقيها نيابة عنه شبل ابنه تركي ابن عواض العضيلة فليتفضم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرسول الهادي الذي بهذه اهتدينا وباتباع سنته بلغنا رشدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سعادة اللواء حسن بن خاتم الفيعي مساعد مدير شرطة محافظة جدة سعادة العميد عبدالله العصيمي مدير العمليات بشرطة محافظة جدة سعادة العميد سعد علي الشمراني قائد جناح الشرطة الجوية سعادة الشيخ أحمد بن ذاكر الشهابي شيخ قبيرة بن الشهاب ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم نيابة عن والدي الشيخ عواض بن عوض العضيلة همطيري الذي شرفني بأن أقف أمامكم لألقي كلمته بهذه المناسبة وإن هذا لشرف كبير ووقوفي أمامكم وسام على صدري فباسم والدي أرحب بكم أجمل الترحيب حللت مهلا ووطعتم سهلا وحياكم الله جميعا ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم تشريفكم زادنا فرحا وغمرنا بالسرور فنشكركم على استجابة دعوتنا وفرحتنا بمناسبة تكريم سعادة اللواء حسن بن خاتم فاعي على ترقيته يا لواء وتعيينه مساعدا لمدير شرطة محافظة جدة وخروجه سالما معافا من المستشفى المتمني له تمام الصحة والعافية كما نبارك له على الترقية نسأل الله أن تكون عونا على طاعته وكذلك تكريم سعادة العميد عبدالله العصيمي أيها الحفل الكريم أكرر لكم الترحيل فأحلا وسهلا وحياكم الله جميعا ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي الأهدي الأمين وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي أهدي الأمين ودام مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر